صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربية صاروخا من نوع جراد سقط في منطقة سحراوية خالية من السكان في الموجر وبيّن المصدر أنه لم تقع أضرار بشرية أو مادية نتيجة سقوط الصاروخ الذي أطلق من جنوب لبنان فيما تحركت الفرق المعنية للموقع وفد المصدر بأن منظومات الدفاع الجوية ستتعامل مع أي نشاط لصواريخ أو طائرات مسيرة أخرى تحاول اختراق الأجواء الأردنية وأهب بالمصدر المواطنين ضرورة تلقي المعلومات من مصادره الرسمية وعدم تناقل الشائعات وروايات التي من شأنها إثارة الهلع والفوضى مطمئنا بأن القوات المسلحة ماضية في حماية سماء وأرض وحدود المملكة الأردنية الهاشمية من أي خطر يراد به زعزعة أمنها واستقرارها